اه دلوقتي عندي مثلا المركز القومي للترجمة بينتج العديد من الكتب المهمة جدا جدا وعندي في دور النشر المختلفة في مصر بينتجوا كتب سواء مترجمة او كتب اصلية يعني صاحبك من كتاب ومبدعين هذا البلد ليه ما يحصلش توقمة بين الكتب في مصر صناع الكتاب في مصر وصناع الكتاب في الوطن العربي فياخد حقوق مثلا مركز ابو زابي مثلا بينتج كتب مهمة جدا مشروع الترجمة بينتج كتب مهمة جدا فياخد الحقوق بتاعته هو باخد الحقوق الريدي فيسمح لي ان انا اطبع هنا في مصر وانا مش هنوفر نقل هنوفر ايدي عاملة هنوفر جمارج هنوفر تعب كبير جدا 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 وعندي معرض الكتاب في الشرق واحد من اروع واجمل معرض الكتاب بالزبط واندك في انه ده دكتور السلطان القسمي العظيم الحبيب الملايين طيب الزكر وطيب القلب وحبيب مصر انا مرة كاتب عنه مقال اسمه سلطان القسمي سلطان العاشقين وبمناسبة سلطان العاشقين مصري وبمناسبة ده النهاردة كان فيه اجتماع ما بين مزيرة الثقافة المصرية ورئيس هيئة الكتاب في الشرقى ومدير معرض الشرقى وكانوا برضو بيبحثوا التواصل ما بينهم فانا نفسي هذا التواصل يبقى فعل يعني مصر اللي هي تمثيل في كل الدول العربية في كل المعارض وكل المعارض العربية بتمثل داخل مصر لكن من مقدار التعاون فيه شوية تقليدية نفسي هذا التعاون يتعدى فكرة التقليدية دي يبقى فيه انشطها مشتركة طول الوقت يبقى فيه تبادل حقوق طول الوقت نفسي هيئة الكتاب اللي بتعمل معرض الكتاب كل سنة ومنتهى الرسوخ تعيد انتاج الكتب العظيمة بتاعتها الإصدارات العظيمة لو تفتكر يا يوسف مشروع الالف كتاب الأول والالف كتاب الثاني لو تفتكر ده لو تفتكر سلسلة المسرح العالمي اللي كانت بتطلع دلوقتي احنا ما عندناش مشكلة في ان ده يطلع بي دي اف تعرف انا بحلم يطلع وكو إلكتروني انا بحلم انه هيئة الكتاب مع المركز القومي للترجمة مع دار نشر كبيرة يعني هقول بقى اسم حاجة زي ماكملان على سبيل المثال ونعمل طبع انجليزي لموسوعة سليم حسن الله الله لما نعمل ده بقى انا هيئة الكتاب ودار زي ماكملان وتبقى نسخة باللغة الانجليزية بالتعاون ما بين الاتنين وابدأ اشوف انا ازاي هقدر انشرها في العالم صح يا السلام سلم صح فالعالم العربي كله بزرط يعني هؤلاء العظماء الافاضل هما دول اللي صنعوا اللي بتقول عليه بقى القوى النعمة هما دول اللي خلوا مصر في وقت من الاوقات تبقى هي المركز التعليمي الاول والوحيد هي دي اللي عملت امتداد فيبقى الشيخ سلطان القاسمي اه ايجي يتعلم في مصر ويتربى في مصر ويعشر المصريين فيفضل شايل مصر في جوه قلبه طول الوقت ده هي دي اللي اه انت شفت البيت عنده يعني اللي هو القاسمي صاحب السموه الدكتور السلطان القاسمي عامل الصور بتعقصره زي اسوار القاهرة بتاعته طيب والله العظيم البيت من جوه بتعقل فيه كلها كله لوحات مصر بس بزبط بزبط هو قليكتور جامد فيه جدا 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 يعني هو انا اعلم انه هو خبير في اللوحات الشرقية اللي عملها المستشركين صحيح واللي 99% منها بتوصف مشاهد في مصر في خان الخليلي في البيوت المصرية في الشوارع المصرية دي القوة صح يعني قوتك تبقى هنا فالفكرة دي لازم تستمر الاحتفاء برموز مصر وتقدسهم وتبجلهم واعادة انتاجهم واعادة تقدمهم كمان لان خب بالك اللي فاكر سليم حسن دلوقتي اللي هو مؤثر فيه جدا وليلين او هو جيل بتاعنا جيل ولادنا بخ ليه لان فيه جيل قبل كده احسن تقديم سليم حسن لينا صح فاحنا انتظرناه وكان صدور نسخة من الموسوعة بتاعته حدث طبا زي كان قصف حضارة ويلد يورانت كان حدث جزء الاول نزل والجزء داي وكن فيه شغف اشبه بشغف جميع الطوابع كده انت جبت الجزء داني لأ دي كانت المنافسة هو ده كان الشغف وده التباهي بالظبط كان فيه مشاريع بتعيد تقديم الكتاب زي مثلا لو تفتكر مشروع كتاب في جريدة اللي هو اثر فينا كلنا هذا المشروع للأسف توقف لكن لم ما قعدناش انتاج مشروع تاني على شاكلتك فاهمني فأنا وجهة نظري ان الشعب العربي والشعب المصري شغوف جدا للقراءة شغوف جدا للمعرفة لكن لازم ندور على صيغ يعني عشان نحكي القصة